تنمر ومضايقات واعتداءات جنسية هذا ما خلصت إليه شهادات أكثر من أربعة آلاف إمرأة ممن يخدمن في القوات المسلحة البريطانية سواء من المحاربات القدامى أو من هن على رأس عملهن شهادات المحاربات التي تمت أمام لجنة الدفاع في البرلمان البريطاني قوبلت بصدمة النواب وسط تأكيدات بأن النساء في القوات المسلحة يحرمن من العدالة خلال عمليات تقديم الشكاوى وهو ما تسبب في تجنب 60% من النساء من تقديم شكاوى خوفا من انتقام المسؤولين عنهن وفق شهادتهن أمام اللجنة كما طالبت لجنة الدفاع بإخراج قضايا الاعتداء الجنسي الخطير والاغتصاب من نظام القضاء العسكري ومحاكمة مرتكبيها في محاكمة مدنية بسبب أن عقوبة هذه الجرائم في الجيش تقل بمقدار 4 إلى 6 سنوات عن العقوبة المماثلة في المحاكم المدنية خاصة وأن النساء في الخدمة العسكرية يتعرضن لعشر أضعاف الاعتداءات التي يتعرض لها الرجال من جهتها قالت وزارة الدفاع البريطانية أنه تم إجراء تغييرات لمساعدة النساء العاملات في القوات المسلحة لحمايتهن من الاعتداءات والتمييز يذكر أن النساء يشكلن 12% من القوات المسلحة البريطانية النظامية حيث يبلغ عددهن 20 ألف عنصر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر